تضع مملكة البحرين تعاون العربية الاقتصادية المشترك على رأس أولوياتها للدفع بالعمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة وأمنها واستقرارها نعم فقد أسست وشاركت مملكة البحرين في العديد من المبادرات الداعمة لإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته وأدائه لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية إثر نهج مملكة البحرين الراسخ لدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي بشكل مستدام تتبوأ مملكة البحرين الصدارة في دعم ومساندة التضامن العربي في مختلف مجالاته فمواقفها الداعمة لتعزيز التكامل والتنسيق العربي مكنتها من المشاركة بفعالية في القمم العربية ما أبرز دورها القيادي بالدفاع عن مصلحة وقضايا الأمة مملكة البحرين كانت الداعمة الأبرز لجميع التعاونات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المنظمة العربية الاقتصادية بهدف تمكين العالم العربي من الانطلاق والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي في ظل التحديات التي تواجه هذا الاقتصاد تدابير وأليات جدة للمحافظة على كيان الأمة والدفاع عن مستقبل الأجيال القادمة اتخذتها مملكة البحرين حيث كانت مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة من أبرز المبادرات العربية التي خطت بوضوح وثبات لتعزيز التضامن العربي وحماية الأمن الجماعي العربي ودعم العمل العربي المشترك كما كانت مشاركات المملكة في الجانب الاقتصادي منذ عام 1998 فقد كانت مملكة البحرين من المساهمين في وضع لبنات منطقة التجارة الحرة العربية وأوفت بكافة التزاماتها اتجاه قيامها من أجل الوصول إلى هدف السوق العربية المشتركة ولعبت المملكة دورا بارزا وفعالا من خلال أول قمة اقتصادية تنموية في عام 2009 مفتح طريقا عربيا تعاونيا جديدا لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك ودعم الاستثمار والمشاريع العربية المشتركة والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات دعم ومساندة مستمرة من قبل مملكة البحرين لجميع الأشقاء العرب لبناء صف واحد للنهوض بمستويات التنسيق بين الدول العربية بما يعود بالنفع على الأوطان والمواطنين في شتى البجالات